استبشر الناس خيرا حينما ثبتت الحكومة أسعار المشتقات النفطية نهاية الشهر الماضي اعتبروا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح فبعد أن احتجوا على أداء الحكومة السابقة اعتقدوا أن الحكومة الحالية ستلتزم بوقف رفع الأسعار لكن المفاجأة التي أثارت الأردنيين خاصة القطاعين الصناعي والتجاري هي رفع أسعار الكهرباء بواقع سبعة فلسات لكل كيلوات تحت بند فرق أسعار المحروقات هذا بالتالي دفعهم للتساؤل هل هذا الارتفاع مبررا؟ ما مقدار تأثيره على القطاعات الاقتصادية وبالأخص القطاع الصناعي ومقدار تأثيره على تكاليف الإنتاج للإجابة عن هذه الأسئلة وأسئلة أخرى منصط ضيف في أصل الحكاية مدير غرفة صناعة عمان دكتور نائل الحسامي صباح الخير دكتور نائل وأهلا وسهلا فيك معنا صباح الخير إلى كل كافة مشاهديك الكرام إذن جاءت حكومة دولته الدكتور عمر الرزاز وكان القرار رفع أسعار الكهرباء بمقدار سبع فلسات ضربة واحدة كما يقال في أقل من شهر يعني تقريبا نسبته 41% نسبة الزيادة ما تداعيات ارتفاع أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي بالتحديد أول شيء لازم أوضح للمشاهدين موضوع الكهرباء والصناعة هي على الكهرباء مش طرف بالصناعة هي مدخل إنتاج صحيح يعني أنا مثلا في البيت عندي ثلاث لمبات بقدر أستخذي عن لمبة بقدر ما أشغل كونديشن مثلا إلى إلى آخره بالكهرباء ما بتقدر لأن هي عبارة عن مدخل إنتاج يعني كاست المي البلاستيك مثلا هذه 40% منها كهرباء لا يمكن تصير 35% هذه المشكلتنا نحن في القطاع الصناعي الموضوع الثاني تنافسية القطاع ككل إحنا الأردن الحمد لله في عنا تفاقية تجارة حرة مع أكثر من نص دول العالم من ناحية اقتصادي حكا حجم اقتصادي يعني معنا الدول العربية مع أوروبا مع أميركا الشمالية إلى آخره هذه الدول كلها تبيع الكهرباء بشكل رخيص لما يقول منطق تجارة حرة يعني المشاهد لازم يعرف أنه لا يوجد أي نوع من أنواع الجمالك يعني أنا ويا بتنافس على الرف كصناع أورودي بنفس الرسوم ونفس التبيعات الآن اللي تفضلت فيه 1% صحيح إحنا عنا مشكلة كبيرة في أسعار الكهرباء يعني أحكي لك بالرقم إحنا بلشنا بأربع فلس فربقود نعم نحن نتحدث عن 24 فلس خلال فترة أقل من سنة لا شك أنه إحنا استبشرنا مع أنه أنا ما كنت متأفائل لأن الحكومة الآن ما طلعت برنامج جديد حقيقة أو برنامج اقتصادي كامل متكامل هي ملزمة في برنامج سابق عمالها تطبقه لاحظنا بعض الأمور الجزئية موضوع السيارة هايبرد كذا لكننا بالإمانة للحجم الارتفاع الكبير على قطاع الصناعي فاجئنا يعني أعطيك بالرقم المشاهد لازم يعرف أن الصناعات الصغيرة الآن نسبة الرفع عليها 33% نعم من فاتورته يعني كان يدفع حوالي 71 فلس للشريحة الأولى الآن مجموعة صار يدفع 95 فلس المجموعة الزيادة 33% الشريحة الثانية 81 فلس الآن سيدفع 105 فلس طبعا إحنا لما نحكي هيك الدول الثانية نحكي عن مجموعة كله 40 فلس و30 فلس الأردن أغلى دولة بالكهرباء من 40 دولة نحن نعمل نتفاقية تجارة حرة معهم لذلك نحن دائما المشكلة الكبيرة التي نعاني منها كقطاع صناعي في موضوع الكهرباء تحديدا طبعا الحكومة السابقة مشكورة عملت قرار جزئي أنه ثبتت فرق الوقود للصناعات المتوسطة فقط في عشر فلسات لا شك أنه شيء جيد لكن أقل من الطموح نحن كنا دائما نقول لهم لازم قطاع الصناعي يستثنى من رفع الفرق الوقود لأنه زي ما حكيت لك مدخل إنتاج أساسي ما بنقدر نستغنى عنه أبدا نعم كان فيه تنصيق بينكم وبين الحكومة في ما يتعلق بارتفاع الأسعار لا أطلاقا ما مفاجأة مفاجأة حتى السابعة الفلسية رقم كبير كثير بفضلتي مرة واحدة عوضوا الشهرين كاملات نعم أنت بتعتقد أنه فيه شفافية في آلية التسعير خاصة نحن لما منقول عن بيان عناصر التكلفة سواء المباشرة أو غير المباشرة يعني هم أنا عمالي أتحدث عن كلفة نظام الكهرباء الشهري صحيح الآن نحن ننتظر الشفافية لأن الحكومة وعدت أنها تطلع في معادلة شفافة للمجتمع ككل لأنه نحن شايفين أنه شوية لسات الكهرباء مرتفعة اللي عمانة بستعمل الغاز نعم كان عندنا مشكلة أن نستعمل نحن الوقود الثقيل والديزل انتقلنا للغاز المسال عن طريق العقبة فإحنا ننتظر الشفافية المعادلة ومفروضهم يطرحوننا إياها بس برضو الغاز ما هو مرتبط أيضا بسعر خامة برينت هاي أنا أعتقدها غلطة الحكومة السابقة يعني مش الحكومة السابقة أو اللي قابليها أول واحد تعاقد مع الغاز لأن الغاز في كل العالم هو سعره منفصل وإذا طلعنا على أسعار 2017 منلاقي أن أسعار نفط كانت في منحنة صعودي بينما أسعار الغاز كانت في منحنة انخفاض فلما طرحوا العطاء لمدة خمس سنوات ربطوا مع سعر برينت أعتقد أنها كانت في غلط ونتأمل من حكومة الحالية مع انتهاء العطاء الخمس سنوات أنها تتفادل هذا الخطأ نعم دكتور نائل ولو بشكل تقريبي أدي بمعدل نسبة تكلفة الكهرباء بين مجموع الكل لتكليف أو تكليف الإنتاج بتشكل حتى لو ما أخذنا بعني الاعتبار الفروقات بين صناعة وآخر بالعكس هذا السؤال لازم الناس كلها تعرف إجابته ومهم جدا الآن لسه ما حسب نحن الجديد المصيبة التي جتنا هذه الفرق البقود قطاع البلاستيكو شكل 42% من كله في التشغيل وحقيقة الرقم مرتفع يعني ما بين عمال ما بين استهلاك ما بين فوائد بنوك إلى كل كله في التشغيل الكهرباء التي حالها تشكل 42% لما ترفعها 33% يعني 42% ستصبح 50% يعني إذا كانت مثلا سعر القطع كل فتح 10 قرش إذا ستصبح 11 أو 12 قرش قطاع الصناعات الإنشائية 35% قطاع الصناعات الغذائية 34% والطباعة التغييف 32% الصناعات الخشبية 31% والصناعات الجلدية 26% وهاي كلف مباشرة تندفع من المصنع لذلك أنا أعيد على مربع بداية الكلام نعم أنه نحن لا نستطيع نستغني عنها وكلفة كبيرة كثير كثير أصبحت ومرهقة التخوف الآن على الصناعات الصغيرة نعم الصناعات الصغيرة لأن الصناعات متوسطة إن عمل إليها سقف الصناعات متوسطة عادة إنتاجها أكبر فبتقدر تستوي يعني خلفي تشغيلها أقل شوي لما كان سعر الصناعات الصغيرة أقل هي تشجيع لهم للصغار أنهم يكبروا لكن اللي صار كبير يعني واحد 3000 دينار فاتورة ألا بدأت تسير 4500 دينار أو 4700 دينار ورقم كثير مرتفع هو القرار بس على الصناعات الصغيرة والكبرى لكن لم يشمل الصناعات المتوسطة لماذا؟ لأنه حددوا السقف بعشر فلسات فرق الوقود فمستثناء من الرفعات إذا رجع النفط أقل من من 55 أو رجعنا إلى 55 دولار بتروح هذه العشرة فلس يعني هي عشان المشاهد يعرف كيف يحسبها حسب إحنا متابعتنا كل زيادة بالمتوسط بأسعار برميل بالرينت مقابلها فلس في فرق الوقود نعم فأنا بنحكي عن 55 ما كان في عنا فرق وقود هلا لو نحسب الـ 24 فلس هذا ضيفين على 55 بطلع المتوسط 79 دولار فتقريبا المواطن أو المراقبين بدون يحسبوا حاليا حسب معادلة الحكومة أنا مش مطلع تفاصيل معادلة لكن الاتجاه أنه كل دولار على برميل النفط يعادل واحد فلس على أسعار الكهرباء كل زيادة والمفروض الناقص كمان نفس الشيء نعم تحدثنا عن تداعيات على القطاع الصناعي طب إذا حكينا عن تداعياتها وتأثيرها على الاقتصاد بشكل عام والتنمية الاقتصادية شو ممكن أنه يكون في تأثيرات وهي هي إحنا اللي دائما بننادي فيه أنه لازم برنامجنا كحكومة إنها لما تطرحوا على الناس إنها تفكر بالنمو الاقتصادي ما تفكر شو بدأسكر عجز لأنه العجز إذا بدأنا فكر سي بزيد هلا إحنا عملنا دراسة بغرفة الصلاع تعمان عن طريق أحد أكبر المستشارين في الأردن يعني الحمد لله فوصلنا نتيجة حيب الألفين وسبعة إن عملت وحدثناها في 2017 بأرقام طللت زي ما هي دليل نواقعية إنه كل زيادة في الكهرباء بمقدار 10% تؤدي إلى انخفاض الإنتاج الصناعي بمقدار 1% كل زيادة في الأسعار أسعار الكهرباء بمقدار 10% بتؤدي إلى انخفاض في الإنتاج الصناعي بمقدار 1% هذا انخفاض يعني راح تؤدي إلى انخفاض في العوائد الضريبية مقدار 2% اللي بتفحها القطاع الصناعي فلنحسب فرق أسعار الوقود اللي حطوها وإلا فرق الخفاض الضريبة بتلعوا متساويات بس الأثر الكلي على الاقتصاد بتلع سلبي هاي بتأدي إنها بتخفض النمو الاقتصادي اللي احنا بنبحث عنه أربع بالعشرة بالمية نعم وهذا رقم حقيقة كبير كتير وبتأدي بالنتيجة إلى ارتفاع البطالة بمقدار ربع بالمية صحيح يعني التأثيرات أيضا بتنال المواطن ومعيشة المواطن طبعا هلا نحن نحكي عن الاقتصاد ككل هلا معيشة المواطن انتفضلت فيها في عندك سلاع مثلا لا تستورد في عندك سلاع تستورد السلاع اللي تستورد رح تأدي لها خسارات في المصانع السلاع التي لا تستورد هاي رح تأدي بتلقائيا انعكاس في الضريبة على المواطن يعني ممكن ينغلق المصنع وتسرح المواصف نحن عندنا مشكلة القطاع البلاستيك حقيقة هو قطاع كبير بشغل حوالي 25 ألف بني آدم موظف أردني هذول احنا خايفين عليهم للأمانة لانه قطاع بلاستيك الآن هو بتنافس شديد جدا مع البلدان المجاورة اللي بتبيع سعار الطاقة بشكل خيص وعندنا تخوف على قطاع بلاستيك انه ينهار وفي كلف المباشرة على المواطن يعني ميناء الحاويات مبارح بعتوا تعميم رسمي للغرف انهم بدهم يرفعوا على كل حاوية وتوصل للعقبة رسم جديد بقدار من دينار حسب حجم الحاوي حسب انتظارها نتيجة أسعار الكهرباء يعني هي عبر عن سلسلة بالأخير بالنهاية بتفح المواطن بتفح المواطن سواء بالأسعار أو بتفح المواطن إذا المنشأ أغلقت وروحته يعني هو الأخير المتأثر للنهاية دائما هو المواطن نعم وممكن يتحملها المواطن مرتين صحيح صحيح طبعا هو رح تحملها مرتين أكيد لأنه عندما أرقام بطالة عني 18 ونصف بالمئة إذا في عندي ثلثة ربع المجتمع مش لاكي شغل ونفسي وقت ارتفاع في الأسعار طيب القطاع الصناعي كيف ممكن أنه يواجه هاي التحديات في ظل التنافس الأسواق المحلية والخارجية يعني شو الحل إيشنا نعمل ما هي مشكلة الحل كانت في الطاقة البديلة والقطاع الصناعي طبيعته لأنه فيه عندنا مساحات صلاة كبيرة للإنتاج ستحمل أنه نحط عليها طاقة شمسية لكن للأسف حتى هذا الحل البديل البصير ومعنه مكلف على المصانع الحكومة الآن أوقفت كل الموافقات في مناطق الصناعة يعني حاليا ما بعطوه لا في سحاب لا بالموقر لا بالقصطل لا في جنوب المطار طبعا السبب أنه والله بدنا نعطي مشاريع كبرى جاي من بلدان خارجية نعطيهم 200 أو 300 ميجا بعد الموقر فإنطوا المصانع لازم تستهلكوا هذه المشاريع بالسعر الغالي فهي حقيقة ظلم كبير الآن نتعرض للقطاع الصناعي بعدها لقينا مدخل بسموه التوليد الذاتي نعم يعني أنا بدأ أولد لحالي فإجت الأسف كمان قبل شهر فأجأنا بقرار أنه رجع ربطوا بوافقات شرك كهرباء إذن رجعوا منعوا للقطاع الصناعي كمان حتى التوليد الذاتي يعني حق اللي مكتسب موجود في القانون حطوا النيلان في طريقة عقيمة فعقيقة يعني اللي ما نشعر وإحنا ما في باب ممكن يعني إحنا ندخل فيه إلا عماله يغلق يعني إن شاء الله صوتكم يوصل للمسؤولين عن هذا القرار دكتور نائل الحسامي مدير غرفة صناعة عمان شكراً لوجودك معنا في هذا الصباح شكراً يا رولا وليا كافة مشاهديكو الكرام شكراً صباح النور الله سلم